ذخو دماء جديدة في شرايين المبادلات التجارية غاية اشتغلت عليها غرفة التجارة والصناعة الاسفاقس ودعت لهذه النسخة الرابعة لمنتدى تونس للأعمال والتصدير أكثر من سبعين رجل أعمال من المغرب العربي وعدد آخر من الدول الافريقية التي وثقت في الانتاج التونسي وفضلت الوجهة التونسية على سوق الأوروبية والأمريكية من الواضح هناك العديد من الأشياء نحتاجها ونعتبر أن تونس متطورة فيها ومن السهل لنا أن نأتي إلى تونس عواذاً أن نذهب إلى الولايات المتحدة أو أوروبا فرص وإمكانيات كبيرة في تونس ونحن نبحث عن إقامة شركات وتوريد السرع التونسية التي نعرف أنها مطابقة بمواصفات الجودة الأوروبية والعالمية المنتدى كشف عن إمكانيات كبيرة لتصدير المنتوجات التونسية المختلفة وحتى الكفاءات كما أكدت ندوة العلمية الفرص المتاحة لتونس لتكون بوابة أفريقيا بنسبة لأوروبا شرط العمل على تحسين ملفي النقل والبنوك أكيد يعني فيه طموح لزيادة هذا الشيء لكن طبعاً زي ما أنت تعرف فيه عوايق منها النقل تشاد دولة حبيثة ما مطل على البحار كل البضايا والطلبات تأتي عن طريق الكاميرون وفيه فرصة بالنقل البري لكن ما كان معروف في سابق نحاول الآن مع الأخوة في الغرفة التجارية نشوف كيف مثلاً نلقى طريقة عن طريق الجزائر عن طريق النيجر القطاع الخاص اليوم نحسر واحدنا وحدنا لازم القطاع الخاص يكون مدعم لازمنا نخدمه نخدمه على التسهيلات نخدمه على الترانسپورد الوجيستيك نخدمه على التحويلات البنكية نتنقل الجوي لأنه مش معقول مش واحد من من نيجيريا من لغوس بشيجي هذا إلى جانب إمكانية مضاعفة المبادلات مع الجارتين ليبيا والجزائر وفتح خطوط وأسواق جديدة فرضها الوضع الصحي العالمي والحرب الروسية الأوكرانية